لطالما تفاخر قادة النظام الإيراني بنفوذهم الممتد في منطقة الشرق الأوسط وبأنهم يسيطرون عملياً على أربع عواصم عربية هي بيروت ودمشق وصنعاء وبالطبع بغداد كذلك غير أن نظام طهران الذي يعطي لنفسه الحق في التوسع وبسط النفوذ بدوافع طائفية وأخرى سياسية وعسكرية داخل أراضي الدول الأخرى هو نفسه النظام الذي يعترض على مشروعات تقيمها أذربيجان على أرضها المجاورة للأراضي الإيرانية مناورات عسكرية أجرتها قوات الحرس الثوري الإيراني في منطقة نهر أراس القريبة من الحدود الأذربيجانية تعبئة عسكرية استعراضية وصفها الحرس الثوري الإيراني بأنها رسائل إلى من وصفهم بالأعداء مفادها أن طهران لا تتهاون تجاه مصالحها وأنها ستتصدى لكل من يحاول تجاوز الخطوط الحمر زاعما في الوقت نفسه أن تحرير أذربيجان لأراضيها المحتلة في منطقة كارباخ كان أمرا مفرحا لإيران زعم تكذبه حقيقة وقوف طهران مع الجانب الأرميني أثناء الحرب في كارباخ وكعادته يتخذ نظام طهران من إسرائيل ذريعة لانتهاكاته ضد جيرانه فكما يقصف شمال العراق زاعما وجود مقرات صهيونية هناك فها هو يكرر المزاعم مع أذربيجان حين يحذر من أن إيران لن تسمح لإسرائيل ببناء قواعد عسكرية في منطقة القوقاز وبحسب محللين فإن الأمر لا يخلو من دعم إيراني لأرمينيا على حساب أذربيجان التي تسعى لإنشاء طريق نقل يربط بين جمهورية نخشوان الأذرية ذاتية الحكم وباقي الأراضي الأذرية ويمر بمناطق الزنغزور المتنازع عليها مع أرمينيا وهو الأمر الذي ترفضه ياريفان وتساندها في ذلك طهران ما يعني مواصلة إيران لعب دورها الداعم لأرمينيا ضد أذربيجان بعيدا عن أي مزاعم أخرى يسوقها نظام خامنائي